السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم الجمعة. جمعة مباركة للجميع. اليوم 24 رجب 1443 هجرية. الموافق 25 فبراير 2022 ميلادية. فهذا الفيديو هدا غاد نشوفوه جوش ديل المحاور الرئيسية. كما عودتكم دائما باش ما نطورش عليكم دائما جوش لسا ديل المحاور. المحوار الاول هو الاعلان ديل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريق والمغاربة المقيمين بالخارج. وكذلك غادي نشوفو فرنسا واللقاح. في فرنسا تلغي ما يقارب اربعة ملايين شهادة لقاح ضد الفيروس. غادي نشوفو علاش. وشنو اللي غادي يعملو علاش? علاش تلغت هاد آآ شهادة دي تلغيح. وعادي نربطوها كذلك بالسفر والمسافرين. بالنسبة للفيديو الجزء الثاني من القصة دي المراد اللي كنك يحكي على القصة دياله آآ يعني الطفولة والتهميش ودك الشي اللي عاشو في آآ يعني دار الأطفال ولا دار الايتام ولا السنترو. فآآ يوتيوب ضربنا ديك الفيديو هاداك ما خلانيش يوم في الصباح نشرتو البارح خدمت عليه بالليل. اليوم في الصباح نشرتو ما خلانيش نشروه من اللي بلوكيات ودك الشي. فما كينش الحل. ما عرفناش علاج واش. حيت آآ تماما كينش شي كلام ما تلمش هو هاداك ما كينش شي حاجة مش هي هادك. ولكن مهم بعد نشوفو شي طريقة كيفاش نشروه اذا اذا خلونا. اذن على بركة الله نبدأوا الاخبار بالخبر الاول اللي كيقول بان فرنسا. فرنسا تلغي ما يقرب من اربعة ملايين شهادات تطعيم لدى الفيروس ديال الكورونا. اذن اعلنت السلطات الفرنسية عن تعطيل او آآ يعني ايقاف ما يقرب من اربعة ملايين شهادات تطعيم. يعني بدك الابليكاسيو. نهر الاربع. بسبب فشل حاملها في تلبية القواعد الجديدة. آآ اللي بدأت تطبيق غيرها في خمستاش فبراير. شنو وقع? يعني لازابليكاسيو مبقاوش خدا منو. لو آآ يعني نون فالابل. علاش? لانه قل لك يتطلب تحديد الاخير. ده ترجمة دي شوية جوجلية مهم. بعد نقول لكم بخلاصة. آآ يعني يحصل جميع الاشخاص الذين اكملوا تطعيم الاساسي منذ اكثر من اربعة اشهر. بسيتنا اولئك الذين اصيبوا بالمرض منذ ذلك الحين. يعني شنو ده بولا واقع فرنسا. ملدو زربع شهر على اخر تطعيم عملته. فكتك تعمل الثالثة. الجرعال معززة. هاي انا يا. على حقنا معززة حتى يتدل يدل تصريحهم ساري المفعول. يعني آآ ده فرنسا. آآ ولد قد يديا ربع شهر. يا سبحان الله. ماشي نوم والمغرب. يعني حتى التواريخ والمدة ديال الصلاحية ماشي نقد قد. على الرغم من ان القواعد الجديدة والقوانين جيدة متعلقة بصراحية تصريح تطعيم. دخلت حيز تنفيع الاسبوع الماضي لان الحكومة زمعها. اعطيت للناس واحد الفترة آآ لمدة دياله اسبوع. ماشي يمشيوا يعملوا ذاك الجرعال معززة. حتى يتمكن الجميع من تلبية آآ هذا المطلب. يعني باش كل شي يكون يعني يقدر يكون عنده آآ شهدات تلقيح آآ دايزة. دايزة يعني آآ فاليد. لا يمنح تصريح تطعيم معطل الدخول. يعني اذا كان عندك هاد هاد تصريح الشهادة تتلقيح. اذا كانت عندك معطلة. ما معنى معطلة يعني ما عندكش الجرعال معززة. فما يمكنكش تدخل معظم الاماكن والمناسبات وبالتالي ما يمكنكش تدخل المطاعم والحانات والمقاهي ودور الصينما والمسالح والمواقع السياحية والرياضية والفعاليات الكبيرة وقطارات المسافات الطاولة كذلك. والنوادي الليلية مويم. إلا كانش حد كيدخل. سؤثر القواعد الجديدة على بطاقة تطعيم دي المسافرين كذلك. يعني ما معنى هذا. يعني هاد القانون جديد لي يعني كيطلب من الناس انهم يكونوا عندهم جرعة دي الثالثة. فا آآ كذلك السافر يؤثر لهم. مما يعني. شو معنى هذا؟ مما يعني انه سيتم منعهم من الوصول الى جميع الاماكن والاحداث المذكورة اعلى. اللي لم يكن لديهم تصريح ديال آآ ديال تلقيح يشير الى انهم تلقوا جرعة اضافية. دابا الناس ديال الفرنسا اللي في المغرب عادي بدغوا يسولوا. واش عا نقدر نرجاع شنو غادي وقاع لي شنو عادي يكون. هانتين هو مع ذلك ومع ذلك. اوضحت السلطات ان الجرعات التعزيزية ليست مطلوبة عند الدخول البلاد. طالما ان الدورة الاولية قد اقتمرت خلال آآ مئتين وسبعين يوم تسعة شهر. يعني دابا باش تدخل لفرنسا آآ تقدر تكون عندك تدخل تسعة شهر ماشي مشكلة. ولكن آآ من ناحية ديال السفر فغادي بدو يفيريفيو المدة ديال الصلاحية ديال جواز تلقيح اللي عندك. تنطبق فتلات الصلاحية البالغة اربعة اشهر فقط اثناء اثناء وجودك في الدولة. يعني القضية ديال اربعة شهور آآ ديال الصلاحية الجواز تلقيح. الفرنسي تنطبق عليك اميك تكون في الدولة. تؤثر فقط على اشخاص الذين تزيد اعمرهم عن سمنتاشر عام ولا يطلب حاليا امي اوليك اللي عندهم قل من سمنتاشر عام. تلقي الجرعة المعززة. يعني آآ هذا الجرعة المعززة اللي فرنسا عتطلب وغير من الناس اللي عندهم اقل من سمنتاشر عام. اللي عندهم كتر من سمنتاشر عام. لديهم قل من سمنتاشر عام ما تطلبلهمش. إذا ادا فيما يخص فيما يخص الجرعة المعززة اللي عاديت بداية تخدم بها فرنسا من الآن فساعدا ده بغاديمشي نشوفو البلاغ ديال وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج فكما كتشوفو معي هنا هذا الحساب الرسمي ديالوزارات الخارجية المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج فيقولك تبعا للتطورات الميدانية التي تعرفها أوكرانيا حاليا وبالإشارة إلى بلاغها الصادر في 12 فبراير فإنها سفارة المملكة المغربية بكيف تدعو كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المقود في التراب الأوكراني يعني بحالي قد قل نحن قلنا لكم مجيوا ومجيتوش فدبا عادي نقول لكم هاد الكلام التالي هنشوفو شنو غادي نقول لنا فاقي قل لك دبا لشنو الإجراءة اللي خصيك تعمل إلى ضرورة تقييد بالتوجيهات والتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المتخصصة يعني ذلك الشي اللي كتقوله أوكرانيا عمله حيث تؤكد السفارة على عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في الحالات الدار والقصوى يعني ما تخرج من الدار بقى في الدار الاحتفاظ ذائم بأوراق إثبات الهوية والتواصل المستمر مع السفارة وخالية الأزمة المخصصة لهذا الغرض لغم أن الناس اللي كتخرج في الإنستغرام كتقول لك بأنه رغم كيهزوش النمر ولكن فوزارة الخارجية والسفارة ما زال يعني يقول لك بأنها فعلان رغم عمل الأرقام ورغم يعني الاتسارة ديلكم مرحبة بها وبالنسبة لمواطنين الذين قرروا المغادرة فإن سفارة المملكة وبتنسيق واثيق مع سفارة المملكة بالدول المجاورة منكبة على تسهيل عملية عبر المواطنين المغاربة في أوكرانيا في ظروف آمينة يعني بحل يقول لكم براح قل لكم رحل المجال الجوي مشدود وبالتالي غدي يكون صعيب أنه مصردو الطيارة لك الدولة وكذلك اللي دوست مع الأخ مصطفى في القناة ديالو مصطفى البارودي سوغني لهذه السيادة وقل لها يعني الطريقة الوحدة اللي ممكن تكون هو الخروج يعني الدول المجاورة ومن ثم يعني يعملو شي طيارة أنها تخرج وقال لشي واحدة ودرخصون بيزا شنجن طابعة الحر قل لها في الحد الساعة هذه الأمور إنسانية أكثر من هي يعني غدي يكون شي حل فقال لك بأن الصفارة ديال المملكة يعني خدامة مع الصفارة ديال المملكة كذلك في الدول المجاورة بحل بولونيا مثلا على تسهل عملية العبر المواطنين اللي كنين في أوكرانيا قال لك وفي هذا الإطار وأخذ بعين الاعتبار إغلاق المجال الجوي اللي قلنا الأوكراني تدعو أيضا صفارة المملكة المغربية الرغمين في مغادرة التراب الأوكراني إلى التوجه إلى المنافذ الحدود يريد الوروج إلى الدول التالية رومانيا هنغاريا وسلوفاكيا حيث سيتم إنشاء خلايا الاستقبال المرافقة إذن ما عرفناش إذا بالنسبة للناس غير يمشي وصافر الدول هذه سافر الأمور مريقلة معها مهم هنغاريا عندما معها المغرب علاقة زيان هزمة ها سنو أخر قالونا وتدعو الصفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزرات الشؤون الخارجية والتعاول الأفريقي المغارين نقوم معنا الرقمين المجانيين التاليين في أوكرانيا ها هو الرقم 0855623 ومن المغرب 0536633 سفر سفر المهم آآ بعض الإخوان كانو كيقولوا في انستاغرام بأننا را ما كينش ما كينش آآ يعني ما كينش شي حد كيجاوب ولكن ما دام طريقة الحال وزارة الخارجية عملت هنا الأرقام لربما يكونوا تبدلوا لشي حاجة فهو ما الأرقام عنه هنا يا وكنتمنى السلامة لجميع وكنتمنى أن يكون السلم لأن الحرب فيما كانت طريقة الحال ما كتكون شي مزيانة ومهما كانت عادلتها فكتكون آآ يعني قضية دائماً كتكون غير عادلة لأن أكثر الناس اللي كتموت هما كيكونوا المدنيين إخوان شكراً بزاف لحسن المتابعة كما دائماً ما ننسوش اليوم عندنا اللايف مع التسعود إن شاء الله الرحمن الرحيم فمرحباً بالجميع السلام عليكم